ما تزال ألاعب الميليشيا الحوثية الهدفة لسلب الاقتصاد الوطني قيمته والهدفة لنهب ودائع المدعين في البنوك التجارية في مناطق سيطرتها متواصلة وتحت مبررات مختلفة هذه المرة عرض البنك المركزي اليمنية التابع للميليشيا على البنوك التجارية صرف ودائعها المالية بسعر 1350 ريالا يمنيا مقابل الدولار الواحد وذلك بحجة عدم توفير سيولا في وقت تزعب الجماعة استقرار أسعار الصرف في مناطق سيطرتها عند سعر 530 ريالا مقابل الدولار الواحد غير أن الواقع يكشف خلاف ذلك فضلا عن احتساب أسعار السلع المستوردة بأسعار مصارفة تتجاوز سقف 1200 ريال للدولار الهجوم الذي تتعرض له البنوك التجارية في مناطق سيطرة الميليشيا ليس سوى امتداد لقرارات قمعية سابقة لقصد بسط الجماعة هيمنتها على هذا القطع الاقتصادي الهام وبمباركة ما يسمى مجلس النواب التابع لها والذي أقر في مارس مشروع قانون يجيز لها مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات دولار من فوائد الدين الداخلي وأرباح المودعين عن السنوات الماضية وتحت مبرر تحريب التعاملات الربوية خطوة لم تعرفها البلاد منذ بدء عمل البنوك قبل أكثر من نصف قرن المشروع مرر رغم تأكيد جمعية البنوك عدم قدرتها على سداد الأموال المودعة لديها واعتبرته الغرفة التجارية بصنع بابا للقضايا على العمل المصرفي بالكامل كونه يهدف إلى تشريع استيلاء الحوثيين على أموال المودعين وفوائد الدين الخارجي التي تبلغ ثلاثة فاصل ثلاثة بليار دولار محقق لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن اعتبر تمرير مشروع القانون الحوثي حاجزا سيمنع المصارف من الحصول على الفوائد إلا من خلال الاستثمارات التي يصعب إنجازها نتيجة ما تمر به البلاد من أزمات مختلفة ومطلع إبريل الماضي أصدر البنك المركزي في صنع قرارا ألزم البنوك التجارية والإسلامية بسحب كل استثماراتهم الخارجية بالعملات الصعبة وتوجيهها نحو السوق المحلية وهو ما يعني حسب مصادر بنكية منع البنوك من التعامل مع الودائع بالعملة الأجنبية التي كانت تشكل نحو خمسين في المئة من الودائع الأجلة وبلغت نحو أربعة مليارات دولار قبل الحرب قرار نعتبره اقتصاديون قطعا لكل أواصر العلاقة مع البنوك الخارجية والفرص الاستثبارية الخارجية ما يعني العزلة التامة عن أسواق المال والاستثمار الإقليمية والدولية ويبقى السؤال ما المستقبل المنتظر للبنوك التجارية في مناطق سطوة المليشية التي تتبع سياسة اقتصادية تحركها عجلة الهيمنة منذ عدة سنوات